فوز مهم جداً طبعاً على منافس يمكن الفترة اللي فاتت كان بيخش مع الأهلي وزمانات مع القطبين دائماً في المنافسة مكسب كتير جداً مكسب بنسبالي شوية كان خارج الملعب هو عودة الجمهور الآلي الحقيقي جمهور الآلي رجع المدرج الجمهور الآلي الحقيقي اللي احنا عارفينه أي حاجة ممكن تحصل في الملعب أين كان المنافس يقدر يعني مش يحرك الحجر يعمل أي إعجازات زي يعني احنا تعودنا من الأدالي على مش على الإنجازات على الإعجازات فبتالي عودة الجمهور كان مهمة جداً مبارادي بعتبره اللعب رقم واحد في أو أهم مفاتيح الفوز كولر أدار مباراة بإمتياز واحدة من أفضل مبارياته في الدولة المسلم ده حاجات كتير كان رغم اقتناع الجمهور جداً بكولر بس كان مثلاً تأخذ عليه شوية مثلاً بأخر التغيير وكده بين مرورة كبيرة جداً تكتكاف أنه لما أنا بعمل يا هندو يا أميرة تغييره في أول نص ساعة هذه تبقى رسالة للعيبة أننا في حاجة مش مظبوطة وما عنديش الكبر أو يعني بيسموها الإيجو بتاع المدرب أننا التكتيك أننا ممكن أنا عملت حاجة غلط لا 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 حط الله أحد من المنظومة وغير حاجة فتغيير حسين الشحات كانت مهمة جداً بدري أو أنا حاسني في حاجة في التشكيلة مش مظبوطة بعدين تغييره برضو بدء بمحمد شريف فأول ديها في شوط التاني أعتقدنا فرقت جداً تقلق السلية طبعاً بقى هو دلوقتي تحرك السلية وتنموية الأداء ناد الأهلي ناد الأهلي كله بتحرك واحدة من أفضل مبارياته أعتقد أن الفوس كان مهمة جداً